أستاذ حسين زين أنا متأكدة أنك في الأيام المقبلة عندك خطة عمل كبيرة وعندك طمأنة وعندك اهتمام بالعاملين ومتأكدة وانت بدأت فعلا يعني بقى لك أيام بتشتغل وشوفنا صور فإيه اللي تحب تقوله ككلمة أخيرة بالنسبة للعاملين أو المواطنين كبان اللي بيشاهدوا أولا العاملين اللي بنتكلم عليهم دول ناس تفانوا في العمل داخل مسبيره وإحنا بنسمعكوا كويس جدا وإحنا معاكوا قلبا وقلبا وإحنا بنضمن حقوقوا أكتر وبنحاول نخليها موجودة اللي بيها إحنا بنحاول نوفي بيها على قد ما بنقدر لأيام المقبلة إن شاء الله الحمد لله خلصة المشكلة اللي احنا بنتكلم فيها من الحقوق الخاصة بالعاملين وابتدت المنظومة تستوع بالكلام دوان وابتدينا نضخ هنا الماليات الخاصة بيهم فالموضوع ده أنا أعتقد اللي هو انتهى بالنسبة للعلاوات وانتهى بالنسبة لنهاية الخدمة فخلاص ما بقاش فيه المشكلة دي اللي حيبقى فاضل عندنا الدراسة اللي بنعملها للترقية عشان نوفر الماليات بتاعتها وانا بقولك من دلوقتي الناس كلها مستوعبة الكلام ده وقالوا إحنا معاكوا ويعملوا اللي انتوا عايزينه طالما انتوا بسطت لنا بالشكل ده والدولة شافتنا احنا معاكوا طبعا فما عندناش المشكلة دي احنا بنقول لهم بنحاول نطور تطوير مش إعلامي بس ده في الكيان الخاص بما سبيره كل مالي وإداري وقانوني كل الأوجه دي احنا شغالين فيها والحمد اللي قطعنا شرط كبير فيها فابتدينا نستوعب المقترحات الخاصة بيهم وبنسمحها كويس جدا بس احنا بنقول لهم كفاية بقى على كده سيبونا بقى نشتغل ونستلم منكم الجزئية دي عشان ما يبقاش فيه اندساس لعناصر ملهاش لازمة وانتوا كان الاعلامي اللي انتوا بتحرجوا كافة القنوات اللي بنتكلم فيها اللي ملهاش لازمة دي اكيد فمش عايزين نكون احنا السبب واحنا الاساس في ده فارجوكو يعني احنا كلنا اسرة واحدة مش عايزين حد يدخل بيننا اكيد يعني انا مقتنع بانه ان شاء الله كل شيء حيتم مدام بشكل مدروس علمي محطط والعاملين عندنا فيما سبيرو كلهم افاضل واكيد حيتطمنوا على الاقل بابك المفتوح دايما وقلبك المفتوح حيخلي الناس حاسة انه احنا الناس بتتخنق لما محدش يسمعها لكن مدام انت بتسمعهم وموجود وتحضر معهم الاجتماعات وموجودين حواليك وانت بتطمن من خلال القطاعات اكيد العجلة هتدور وهي لازم العجلة تدور لو فيه آليات اللي احنا وضعناها كمان هتستوعبهم اكتر وحنسمحهم اكتر